استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 72 والمعدل بالرقم 80 صوتي واضح؟ نعم لسنة 2022 وزعت منحة المائة ألف دينار مع الرواتب لشهر واحد تحت مسمى منحة غلاء المعيشة المتقاعدين الذين يتقاضوا الرواتب تقاعدية دون الخمسمائة ألف أحد استلمها وإذا استلمها شقدر عدد والله يعني هو منه يستلمها يعني اللي راتب خمسمائة يأخذ هاي المائة ألف المتقاعدين اللي على قيد الحياة اللي راتب خمسمائة واحد ألف يعني مو أكثر هذا ما مشمول هاي وحدة اثنين المستفيد الورثة يعني دولة التعرفين رواتبهم كذا هذا الشنطي ينطي للأضبارة يعني قد تكون عدد المستفيدين أو الورثة عددهم أربعة هو ما ينطيهم هذي ينطيهم لا ينطي للأضبارة إذا كان عددهم مثلا خمسة المية تتوزع على خمسة يعني كل واحد عشرين ألف يعني هي هاي خجولة هاي خجولة ولذلك أنا طلعت بعدة قنوات وقلت لهم قلت لهم هذه إهانة للمتقاعد حقيقة اليوم تقولون من المليون وجوه على اعتبار هاي مشمولين تجي وراء أسبوع يطلع الناطق باسم المجلس الوزراء يقول لا لا صارت من خمسمية وجوه يعني العدد عدد اللي هذا عدد قليل ترى يعني الاستفادة منها يعني كل أربعة خمسة بالأضبارة يستلمون يعني عبارة عن واحد يعني واحد يستلم هاي عن العين إذا عاي الواحد نقولها الخمسمية وجوه الخمس هي عن العين والله قلنا لهم عمي قلت لهم عمي ما ريتها وعدكم المادة ستة وثلاثين انت مودة تقول على أساسي ريت يردوني شوية يحسنوا للوضع المعاشي ينطون هاي المية وشعر واحد يعني 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 هذه ترى هذه ما تليق هذا التعامل هذا التعامل يكونوا المتقاعدين بالضبط المتقاعدين الشخصيات اللي لعد إذن يعني مثل ما يقولون المتقاعدين إذا أبوي وأبوك وأمي يعني كل أهلنا يقول لك مطالبة النواب بزيادة رواتب المتقاعدين مجرد دعاية انتخابية ما حد نفذ منها شي جنابك التقيت بالنواب قسم التقوا بمجلس الوزراء قسم التقوا بهيئة التقاعد لكن دون جدوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر